اشهد موقع اخبار الفاتيكان باطلاق اعلان مملكة البحرين في اوروبا من العاصمة الايطالية روما واكد موقع اخبار الفاتيكان ان الاعلان يشكل وثيقة هامة في اطار التسامح الديني والتعايش السلمي تدشين اعلان مملكة البحرين من عاصمة الجمهورية الايطالية روما والى جميع انحاء اوروبا حصد على اشادات عدة واخرها اشادة موقع اخبار الفاتيكان الذي اكد على ان هذه الوثيقة تؤكد على النهج القويم الذي تسير عليه المملكة كراع عالميا لمبادرات السلام هذا واستذكر الموقع ايضا اشادة قدسة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس بالاعلان خلال زيارته لمملكة البحرين في شهر نوفمبر الماضي كوثيقة عالمية لحرية الاديان والتعايش السلمي تجربة مملكة البحرين في مجال التعايش السلمي تجربة ثرية منذ عقود من الزمن ضمت في هذه الوثيقة التي اطلقت في عام 2017 من الولايات المتحدة الامريكية لتجوب العالم في اخر تجشين لها في روما حيث تطرق اليها الموقع ليؤكد استمرار مملكة البحرين في تعزيز ثقافة المحبة والتضامن والتعاون والسلام محليا وإقليميا ودوليا هذه الإشارات العالمية المتنوعة تثبت متانة ما تم صياغته في هذه الوثيقة التي اهتمت في تكريس حرية الاديان والتعايش السلمي كأسلوب حياة على مدى سنوات طويلة تحقيقا للسلام والأمن لجميع فئات المجتمع لتحمل توجهات وأهداف ورسائل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الداعية إلى التعايش السلمي للعالم أجمع